دكتور حسام مش هقدر أسميها تصاعد التوتر في غزة لأن المسألة تخطط مسألة التوترات سواء إذا كان في غزة أو في عموم الأراضي الفلسطينية لكن التصعيد المستمر من جانب العدو الصهيوني من جهة وفي نفس الوقت محاولات سحب الثقة اللي بتجرى من قبل المعارضة داخل الكنسة من جهة أخرى إلى أي مدى ترى أنه ده من الوارد أن يحلح للموقف حتى أمام المجتمع الدولي يعني مساء الخير لك أخي يوسف مساء الخير للدكتور ولكافة المشاهدين عندما نتحدث عن المشهد في قطاع غزة أقل ما يمكن أن نسميه أنه هولوكوست ضد الشعب الفلسطيني إسرائيل ارتكب ضدها هولوكوست وبدأت تتحدث عن السامية ومعادات السامية وهي تبارس ما هو أبشع بما مورس ضدها ما يحدث ومحرقة حقيقية في رفح وفي غير رفح في كافة محافظات قطاع غزة لذلك عندما نصف المشهد في تقديري ربما إسرائيل تعتقد أنها تحقق بعض من الأهداف من خلال الإبادة الجماعية ولكن إسرائيل في نفس الوقت هي من خلال فقدانها للأخلاق التي ربما تعتبر أحد مركبات وديمومة وسيرورة أي دولة هي تفقد هذه الأخلاق وبذلك ما قاله يهود براك وما قاله يهود أولمرت وغيرهم فيما يتعلق بمستقبل دولة إسرائيل هو فعلا على المحق لأن أي كيان يفقد الأخلاق يقترب من زواله ما يحدث في العالم وما يحدث في الرأي العام الغربي وفي ثورة الطالبة في الجامعات الأمريكية في تقديره هو أكبر وأهم إنجاز لطفان الأقصى أي أن القضية الفلسطينية وحرب الرواية والسردية باتت تتأصل بمفهومها الصحيح في ظل قوة إسرائيل واللوبئ اليهودي الداعم لها في كل المحافل الدولية من خلال تضليل الرأي العام الغربي الآن باتت القضية أكثر وضوحا أكثر نصاعة رغم الألم رغم ما ترتكبه إسرائيل من مجاذر في تقديره هذا هو المشهد الذي ضغط على المشهد الإسرائيلي إضافة إلى قدرة المقاومة على إيلام العدو باتت المشهد الإسرائيلي ليس موحدا كما كان في بدايات السابع من أكتوبر كان هناك أكثر من 80% مع الحرب ومع القضاء على المقاومة الفلسطينية ومع القضاء على غزة ومع التهجير القصري والطوعي وهناك وثيقة للاستخبارات الإسرائيلية تؤكد أن السيناريو الأكثر ترجيحا لدى إسرائيل هو فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة وتطبيق المشاريع الاستراتيجية التي تحلم بها تل أبيب أهمها مشروع الذي تحدث عنه جو بايدن في جي سيفن خط السكة الحديد الذي يربط الهندية من بعض دول الخليج وصولا إلى إسرائيل إلى البحر المتوسط وقناة بن جوريون التي تشق قطاع غزة لتكون بديلا عن قناة السويس وهذا هو أكبر تهديد للأمن القومي المصري لذلك المقاومة نجحت بشكل كبير في فرض معادلات فيما يتعلق بالبعد السياسي وأيضا في الداخل الإسرائيلي حجم الضغط الخارجي والداخلي بات يشكل نوال معارضة حقيقية لبن يمين نتنياهو واعتقد أن هذه المعارضة تزداد أخي يوسف يوما بعد يوم المتتبع للتظاهرات في تل أبيب في القدس في غيرها من المناطق يرى أن هناك زيادة من حيث العدد من حيث نوعية المشاركين وبالأمس كان لقاء بين يائير لبيد وإفكدور ليبرمن وأيضا جدعون صاعر حول تشكيل ضغط لوبي ضغط في داخل المركب الإسرائيلي وفي داخل المجتمع الإسرائيلي للضغط على بنيمين نتنياهو خيارات نتنياهو الآن تكاد تكون منعدمة إذا قدم للمقاومة ما تريده في وقف إطلاق النار هذا يعني أن نتنياهو سقط وهو يتحدث عن ذلك أن هذه هزيمة لإسرائيل وتهدد لوجودها وأن يبقى ويستمر في الحرب وهذا يعني أنه أيضا لا يمكن أن يحقق أي مكتسبات الآن دخل رفح وألقى بكتيبة جديدة ولواء جديد اللواء السادس لرفح وحتى اللحظة لم يعيد أسير واحد على العكس ما من المقاومة نجحت في أسر حسب ما جاء على لسان أبو عبيدة بعض الجنود في منطقة شمال قطع غزة التي دعت إسرائيل أنها فككت كتاب المقاومة